مسائل خير لما بنقعد كده نشوف المواقع الخبرية بنلاقي موضوعات غريبة جدا عن أسباب الطلاق يعني مثلا واحدة طلبت الطلاق عشان جوزها نسي حط لها سكر في الشاي أو واحد طلق مراته عشان قال إيه ما حتطلوش معجون السنين في شنطة الصفر أسباب تدحك ما تتصدقش زي السبب اللي قالوا النهاردة جوز إنجي بطلق الصحي لما أهلها سألوه هو أنت هتطلقها ليه قال لهم عشان سابت البلكونة مفتوحة فدخلت نموسى وقرستني معقول معقول يكون السبب قرست نموسى ولا في تفاصيل تانية هي السبب الحقيقي للطلاق تيجوا نسمع قصة إنجي ونشوف بعدها تقول لنا إيه اسمي إنجي وعندي 43 سنة اتربيت وعيشت جزء كبير جدا من حياتي برا مصر ومريت بتجربة جواز عايز أحكي لكم عنها لإني لحد دلوقتي مش قادرة تعافى منها راب إنها حصلت من سنين عشان كده ببعت ليكم يمكن تقولولي أتصرف إزاي حكايت يا سالي بدأت لما تعرفت على واحد بالصدفة من على السوشيل ميديا بعد شهر أو اتنين عرض علي الجواز عرفت إنه كان متجوز قبل كده وطلق المهم بدأ يلاحقني ويزن علي في أول العلاقة كان حاجة كده فوق الخيال اهتمام حب احتواء عرف الشخص اللي عارف يبقى معاكي طول الوقت بكلامه واهتمامه بقى دق التفاصيل في حياتك اللي بيحسسك إنه هو بيفهمك ويحس بيكي من على بعد كأنه قاعد جوه مخك وشايف بتفكري في إيه ومحتاجة إيه كان هو الشخص ده وفقت وقبل الجواز طلبت منه شقة الزوجية في مصر بس هو اتحجج قال لي نجيب شقة في مصر وإحنا مش عايشين فيها ما فيش داعي الخطوة زي دي فرفضت إن أنا أكمل الجواز من غير شقة لإنه كان مصمم على الجواز اشترى شقة فعلا وكتب نصها باسمي عشان أتطمن وقصت ده ما دفعش إلى مهر ولا مؤخر ولا حتى الشبكة وحتى الشبكة عمل علي تمثيلية إن الرجل بتاع الدهب ما جابش الألماظ اللي كان متفق معاه علي وقال هنحط فيها فص إزاز مؤقتا لحد ما صاحب المحل يجيبه ونركبه المهم وفقت على الجواز سبت شغلي نقلت معاه في البلد اللي بيشتغل فيها وعيشت أحلى قصة حب لمدة كام شهر كل ده وإحنا مختربين ولسه ما تعرفتش على أهله لحد ما قررنا ننزل أول أجازة مع بعض وقلت له عايز أزور أهلك تعالوا نقف هنا شوي هو الطبيعي لما بنيجي نتجوز يا إنجي إن إحنا لازم نتعرف على الأهل قبل الجواز مش بعده يمكن عشان ظروفكم أنتوا كنتوا مختربين ما حصلش ده بس تعالوا نسمع لما راحت بيت أهله لقيت إيه لما رحت أزور أهله لقيت بيتهم غريب وعجيب أم قاسية جدا حادة منتقدة مع إنها في السبعين من العمر وأخت كبيرة أقل ما يقال عنها إنها حية عاملة زي التعبان البيت نفسه كان عامل زي بيت الأشباح قضينا فيه أجازة سودة في البيت ده لقيت نفسي دايما تايها دايما كلامي يتقلب ويتحور لشكل تاني وقصد تاني عكس كل اللي كنت عايز أقوله وفي الآخر يتنقل لجوزي بطريقة تانية ولقيت نفسي طول الوقت بدافع عن نفسي وفي الآخر قلت عادي يمكن تكون غيرة ورجعنا بعد الأجازة للبلد اللي كان جوزي شغل فيها وحالتنا النفسية صفر لدرجة إنه قطع أمه لفترة بعد اللي شفناه بعد شوية رجع يكلمها تاني ويشهد ربنا إنه قلتله كلم أمك عشان حرمت قطعها وهي في السن ده أما أنا فقررت أختفي تماما من حياتها عشان أقفل باب المشاكل ومحدش يبوص حياتي لكن جوزي بدأ يضغط علي عشان أصالح أهله قلتله أنا مش منعك من أهلك وبوصيك عليهم لكن أنا ليه يحدودي اللي بحطها مع الناس وطريقة التعامل معهم واللي حصل مش منسبني ما فيش داعي تجمعني بيهم أعدة تاني أو أجرب اللي شفته مرة تانية وخلينا كده أحسن وكل واحد يعيش حياته بالطريقة اللي تناسبه من غير ضرر ولا ضرار فبدأ معايا مرحلة جديدة اسمها الصمت العقابي عشت شهور لوحدي أنا مش فهمة فيه إيه شهور طويلة يا سالي بسألوا مالك يقول لي مفيش أصلا عندي ضغط شغل ويفضل سايبني من غير ولا كلمة طبعا المرحلة دي كانت صعبة علي جدا وكنت عيشها لوحدي وفي بلد غريبة معرفش حد فيها وهو ما عندوش ولا جملة مفيدة حتى العلاقة الزوجية مفيش وبقيت بكلم نفسي كل يوم ومش راسي على بر معي لحد ما في يوم انفجرت فيه وطلعت كل لجواي ساعتها قام حضنني وقال لي حقك علي أنا أهملتك فعلا وفضلي سايسني ويهدي فيه لحد ما نزلني مصر وأول ما نزلنا قام قلب الترابيزة علي وطلعني طمعانا فيه وده ليه عشان قاعد فترة قبل نزولي مصر ماسك في نغمة إنه عايز يبيع الشقة وعايز يجيب حاجة أكبر وأنا كنت برفض لإني بدأت أحس معاه بعدم الأمان ولإن الشقة بإسمنا إحنا الاتنين ما كانش هيقدر يبيع من غيري ولا أنا أبيع من غيره ولما ما وصلش الحل معايا وبواصلته خطته أطع علاقته بيا تماما أربع شهور بكيت فيهم بكى بعمري كله جالي طفح جلدي من اللي عشته نهرت وقضيت أيام سعب وهو متخلي عني تماما وبعد تفاصيل كتير عرفت إنه نزل مصر من غير معرف روحت له عند أهله في رمضان وتقريبا اضطرط ورجعت بيتي وأنا ممسوح بيا الأرض وبعد فترة جلنا البيت وطلب الطلاق قال إيه عشان هو تعب لإني سبت البالكونة مفتوحة ونموس أرصته جابت له ملعرية قال لي سمعوا الكلام ده وقعدوا كده في زهول من التفاهة اللي بيقولها انت بتقول إيه يا ابني عايز تطلق بعد عشر شهور عشان مرتك فتحت البالكونة ودخلت نموسة نسيت أقول لك يا سالي إني اكتشفت إنه كان بياخد منشطات في أول الجواز ولما بطلها كان بيبعد عني ولما رجع واجهته بالموضوع ده قرر إنه يتخلص مني ويشوي سمعتي ويطلقني اللي يدحك بقى في كل الدراما دي إنه تفاجئ لإني أجرت الشقة وباخد إيجارها لإني سبت شغلي ببرا مصر عشان أتجوزه عملت له بلوكات في كل حتة رغم إني حسة إنه انتصرت عليه بس مش عارفة عافة من الألم اللي سببته لي العلاقة دي بصلي وأدعي عليه للنهار خصوصا لما عرفت أوصل لطلقته وعرفت منها إن حياته كلها كذب في كذب وعشان كده كان بيخليني أقطع علاقتي بكل الناس كنت بلاقي كل الناس فجأة عاملالي بلاك معرفش ليه تحليلي إنه شخص نرجسي توكسك اللي هو في الأول بيملى شركته بالحب والاهتمام لحد ما يسيطر عليها وبعدين مرحلة تانية بقى الصمت العقابي وإنه يختفي عشان تجري وراه بعدين المرحلة التالتة التخلي والانتقام عشان كده بتمنى من خلال برنامجك إنك تنجدي كل الجهات المختصة بضرورة عمل اختبار نفسي للزوجين قبل الجواز نفسي أعرف منكم أعمل إيه عشان أقدر أعادي الصدمة دي قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة إنجي رسالة مختلفة عن أغلبية الرسالة اللي استقبلناها يمكننا إنجي في قصتها ما كانتش الطرف الضعيف اللي بيستنجب بينا عشان نجيب له حق ولحقوني وأنا مش عارف أعيش إزاي وأنا هتضحك علي وزي القصص اللي بجي لنا والغريب بالنسبالي إنه رغب ما إحساسها إنها انتصرت عليه وخدت حقها لسه مش قادرة تتعافى أو إنها تعدي بقى من من العلاقة الوحشة دي وده اللي هنتكلم فيه بس بعض الفاصل استنوني قصتنا النهاردة عن إنجي اللي كانت عايشة طول حياتها برا مصر تشتغل مستقرة والدنيا ماشية لحد ما تعرفت على واحد من الإنترنت مصري مطلق عيش برا مصر برضو بعد شهرين من التعرف الاهتمام وإعجاب طلب منها الجواز قاعد يطاردها ويزن عليها لحد ما وفقت وفقت بس بشرط إنه يشتري لها شقة في مصر وفعلا اشتري الشقة كتب نصها باسمها بعد الجواز بفترة نزلوا مصر أجازة رحت إنجي تتعرف على أهل الجوزة اكتشفت أنهم منص صعبة جدا مرتحتش لا للأم ولا للأخت وكانت أجازة سودة زي ما هي قالت ولما سافروا تاني قررت إنجي إن هي تاخد جنب بعيدة عن أهله بدل ما تدخل معهم بقى في مشاكل وصدعهم ويويوي بس جوزة قالها تكلمهم وضغط عليها لما رفضت بدأ يعقبها طب إزاي بقى يسيبها بالشهور من غير ولا كلمة لما كلمها بدأ يزن عليها يبيعوا شقة مصر اتحجق إنه عايز يجيب لها شقة أحسن وأكبر بس إنجي رفضت تبيعه وفي يوم اتفجأت بجوزها نزل مصر نزلت وراه رحت له عند أهله تقريبا طردوها بهدلوها بعدها بكم يوم راح بيت أهله عشان يطلقها قالوا له ليه قال لهم عشان ثابت بلا كهونة الشقة مفتوحة وناموسة دخلت قرصتني وجابت لي مالاريا انت طالق مع إني إنجي انتصرت على الجزء خطته فشلت إنه يخد منها الشقة كمان أجرتها قانون جديد ممكن تكون كمان وصلت لطالقته وعرفت عنه كل حاجة بس لسه جوها واجعة أهرى مش عارفة تتجاوز اللي حصل وعشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة دكتور نانسي لبيب استشاري الطب النفسي زيك يا دكتور نانسي زيك يا سيك أمارك إيه نوعي قصصيك القوية جدا شفت النموسة ومالاري أنا نفسي أعرف بجد يعني بتلاقي فجأة ناس بعتت لنا قصص تقري العنوان تتفضي يعني أنا قلت معقولها يطلقها عشان نموسة وبتاع فقلت كمان عايزة الناس تسمع إيه اللي جوه التفاصيل نسأل بقى شوية أسئلة مهمة في القصة أولي الأول هم عرفوا بعد قد إيه شهرين وتجوزوا مع أولاد وانتي بخبرتك بقى كدكتورة الناس تعرف بعد قد إيه أنا رأيي ست شهور تمن شهور سنة برافو يا سيلي برافو انتي بزكرة برافو لو ست شهور يبقى كل يوم لو سنة يبقى يوم ويوم يعني متقطع ولو إحنا في لونج ديستنس لونج ديستنس دي it's not enough على أقل زيارتين ثلاثة أربعة للأهل doesn't count طبعا لأن التفاعل أونلاين حاجة والتفاعل وإحنا متقابلين حاجة خاصة في العلاقات الشخصية دي بس يشي واس بري هابي كانت مبسوطة جدا في الأول وعاشوا قصة حب يعني أول ما تقابلوا أنا قصدي مش أول ما كانوا على الإنترنت كانوا مبسوطين جدا ومش عارف إيه طب فإيه ما تقابلوش كتير لا أنا قصدي عشر وبعد بقى من العشر شهور دول بتقولك كم شهر كانوا شهر عسد بداية العلاق إيه ده بجد هو بداية العلاق بتبقى حلوة قد إيه بقى يا دكتور يعني حلوة البدايات دي بتستمر قد إيه السؤال ده مهم جدا it depends لا it depends على إيه بتعتمد على إيه كل الريسرش والكتاب والمؤلفين اتفقوا على إنها بتفرق من مين لمين لشخص للشخص أه بجا وبتفرق الظروف وبتفرق الناس اتجوزت ليه بتفرق جدا طب أطول فترة مش أقولك أقل فترة إن احنا بنسمع كل يوم أطول فترة بتبقى قعدة كده إنه حلوة البدايات كانت قدين أقصى حاجة ممكن توصل لسنتين بعد كده فجأة بنفوق على القصد الحضر الأليم بنفوق على الواقع مش لازم يبقى أليم هي مراحل بتاعة العلاقات أول مرحلة اسمها الافتتان الانفاتواشن إن أنا بفتتن بي ده دبعا بالحالة كان حوالي بالهدية اللي جات لي من السماء وباللي بيفسد أكيد ده العوض عارف أكيد وقت العوض بربو عليك وقرة عيني والحاجات اللي بتحصل دي طبعا واتبونا الحالة بقى يا جماعة اللهم بارك ما شاء الله سيبيني أفعلها أيوة أيوة وتلاقي كوارث فهمها فبعد كده بنبدأ بقى الافتتان يهدى والهرمونات بتاعة المخ تتغير ونشوف إيه اللي بيحصل ونبدأ نخش في مرحلة تانية بقى بتتكلم عن الواقع أقصر فترة لأننا شوف الواقع بتبقى دي برضو بتفرق بس في ناس ممكن دي يقعد معها أسبوع مش أكتر أسبوع بعد الجواز أه وقبل ممكن يعني الناس مش زي بعض خلينا ما نسميش النقاي اتنين زي بعض بس هذا كل حاجة في ناس هيفوقوا عن الرياليتي وهم لسه مخطوبين فعلا مفاقوا على الحقيقة وكل حاجة بس أنا عايز أقول لك الحاجة إنه مهما أنا قاعدت أقول ده كويس ده 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 بعد الجواز حاجة تانية خالص أه طبعا سألنا أنا بقى مع المشيطة الدكتورة لأن ده قصة تانية سألنا أنا بقى لا بعد الجواز حاجة تانية تمام بتشوفي كل حاجة مهما كنتوا مخطوبين كتير ومهما شوفتي الأهل وما معرفتي في النهاية الجواز في أفعال مختلفة لا إلا أنا أقصده إن فعل الاستقلال مش مرحب بي مع إنه هو فعل إحنا المفروض نشجع عليه أكتر علشان الناس تفهم يعني إيه مسئولية يعني إيه بيت يعني إيه إدارة يعني إيه منزل يعني إيه أحس بلي بيحصل ده بيحصل إزاي يعني ده بيبقى اتنين مع بعض يعني أنا باستقل هو فعل الاستقلال مالوش علاقة بأي اتنين هو فعل الوحده يعني أنت لو أنت أعلى لوحدك ومستقلة وكويسة وكل حاجة وطمئة هتفكري في الجواز طبعا هل يفكر في الجواز؟ لا نازم هنفكر فيه لأن الفطرة رايحة ناحية الانتماء إن إحنا ننتمي لكيان ننتمي لمنظومة ننتمي لآخر إحنا مخلوقين بنحتاج لبعض يا سالي إن إحنا نبقى مع حد وكومباني زي ما يقولوك شريك حيات الزبط كده كومبانيين آه الفعل الثاني اللي بيعمل أزمة هو فعل المساكنة إحنا بنبقى في حالة في الخطوبة إن كل واحد بيروح بيته منطقة الأمان يقابل ناس وصحابه ما بيجي يقعد معنا في البيت وبتفرج معنا على المسلسل وزاعة بيروح في النهاية بيقلع الجزمة مثلا وإن أفهمة تقولك وإقلع الجزمة ومنشوف بقى لما بيقلع الجزمة منشوف لبسه وبيعمل زي بتفرجي على الشوراب بتتفرجي على لبس وبتفرجي على دوافر وما بيبقى عاد معنا في البيت في حدود برضو برضو في حدود والعدد ساعات محددة ولو كل يوم فمش كل أسبوع غير بقى نكشة الشعر الصبح بقى والأه أيو كده شبشة بقى والكجامة والحركات دي في واحد فعل مختلف بيقول كده واحد بيقول طلق طلقها عشان بتصحى منكوشة الصبح كده يا حودة محمود والله عمل كده قتلك كده يا حودة لو يجيبين واحدة منكوشة يقولك معقول بعد كده حصل مني كده يا حودة فيه رجالة بتبقى كده أو فيه رجالة بتمسح الميكوب بجد بيتصدم خلينا أقول أو فلاتر بصينا جالي حد من الرجالة دي كذا مرة الرجالة في التعبير عن اللي دايقهم في المنطقة دي بيتحفزوا جدا أكتر من الستات احنا بنحب نعبر على الآخر يعني ايه بتحفز عينيه يعني بيبقى مدايقوا فيها حاجات في النظافة الشخصية بس ما يقولهاش يقولك أصلاها بتسحى منكوشة أصلاها مش بتهتم بنفسها أو جثمانيا كان سعب يتوقعوا حاجات وما بيشوفوش رويا التي ما بيشوفوش أن سعب يبقى فيه فوتوشوب سعب تبقى دي مش حقيقية بابا ودي مش الواقع دي من الصدمات برضو زي ما بتحصل ساعات صدماتي عيني بعد الولادة لما زوج مثلا بيتجوز فجأة إلي جسمات غير إلي شكلات غير أفلة صدمة رهيبة طب لو هو بقى بالذات لو دخل حضر الولادة أيوة طب عشان كيه ما حبش أنه هو يخش بيقفل ساعات أنه لو رجالة ما أصلا تحبش منظر الدم أو يكون بيقرف وده حقيقي فيه ناس بتبقى كده عندها أنه غضبا عنه صعب جدا أيوة طب حاجة تانية ده بقى إيه يعني ده تقفل منها عشان أهله هو رجالة فعلا فيه رجالة بتقفل أول ما أنا عامل أهله وحش أو أول ما قاله ييجوا علي وأنا أقول أنا عايزة نسحب فأنت بتعقبني بالصمت العقابي بتعتبر هنا تهديد بيضغط علي آه لأنك كده بتهدي الكيان اللي هو عارفه أنه هو بينتمي لأسرة وإنتي هتيجي معاه ننتمي كلنا الأسرة مش عجبانية وما تنسبنيش ومش ثقافتنا ومش حضرت وإنه إحنا ما بنعملش كده نعمل إيه ما ده معنا بقى أن أنت ليكي صوت وليكي وجود وليكي كيان معقول وإنه هو محتاج يبقى له هو كمان حاجة بيفرضها على أهله لكي يحترموك مش كل الناس جاهزة لده مش كل الناس جاهزة لده في ناس كتير عايزة تابع وإحنا بنتجوز نخب بالنا مين عايزنا تابع ومين عايزنا ككيان ومين هيخلينا بالعافية أن أنا أود أهله يعني دير زي ما أخب بالي منها أي وعلى فكرة بيبقى باين اقعد توليليا بيبقاش باين بيبقى باين وكويس قوي لا إذا كان إحنا منخش البيت مرة أو مرضين نعرف مين بماشي البيت لأنه في ستات كتير جدا غزبنا عنهم فعلا الراجل بيبقى هو تتابع فبتلاقي أن الستات المسيطرة يمشي البيت عشان تصرف ما البيت لازم يمشي وهو بيبقى برواز لذيذ بيعلق أنا عايز شبكة كذا ومهر كذا موصلت لأيلالك أو تلاقي أن أخته مثلا حرباية أو تعبانة زي ما قالت إنجي قلت لأنها من تحت لتحت عملها بتأسفن يا ومويتها باون تيم عليكي فده بيبان صح حيبان على طول المشكلة عند إنجي أن هي ما شافتهمش آه طبعا يعني إنجي برضو متسرع طبعا متسرع تسرع جريء بس هي لما عملت كده أنه يعني عادي أن هي بقى لها كتير عايشة بورا مصر ما شافتهمش فبقت بمنثالتي تانية أو أن هي بقت بفكرة تانية دي حاجة تاني حاجة إنه ما حدش هتوقع برضو إنه نسيب الوحشات ده لما نبقى بقى هنعيش كل حياتنا في هذه المنطقة أو مش هنضطر ننزل أجازات بالزبط بجاه طب لو حد قاله عايشين في بلد تانية وبنشوفهم في الأجازات ودايقوني أعمل بلاك بلاك ده تصرف كده عنيف عنيف جد ومفهوش ود مفهوش مساحة كده من المحبة معين أقولك على حاجة أحيانا لما بتتأكدي مرة واثنين وثلاثة وشوفتها مع كذا حد من صحابي بلاك عشان بيبقى وقفة بعد كده بترجعي تاني بتودي بطريقتك هنرجع نقلب تاني الماتش بتهتلعب على طريقتي أنا مش بطريقتك أنت على ما لعبي مش حالة لعبك دي بقت حرب يا سالي إنه إيه؟ دي بقت حرب وعملين نهدد بعض ونخوف بعض أو اتنين أو تلاتة أنا صدقني عملت بلاك عشان أمنع عنك أزايا عشان أنا هتطار أرد ما وهنا هتبقى حرب هنا الزوج يتدخل هو فين الزوج في الليلة دي هنا الزوج يتدخل ويتكلم طب ما هو قطع مع مامته شوي يعني هو قطع شوي وهي اللي عادت تقوله كلمها وعملت اللي عليها هل بعد ما أنا أقولك كلمها أنت تيجي تاني تحوري كلامي طب ما برضو بتحسي فهمها؟ تحسي بكسرة وتحسي بقهرة أنا أنا عامل أقوله وإنه يعملت كويس ويت بتعملي معايا كده طب ما أنا لو ردت عليك هي تزعلي ورد خلي بالك احنا كلنا برضو متفوتين يا نانسي كنا ستقولك ما عليش شوكبر دي مالا أنا أفضل المباشرة والتواصل نرد وما نعملش برضو البلوك ده أنا ضد دايما نرد زي يعني أقول لها حضرتك أنا شايفك أن أنت فعلا حربية يعني هتقول له إن أنت بتضايقيني وبتعملي تصرفات وهرد وهرده قدامه كمان بس هرده وقول له مش عاجبنيك عشان نبقى مباشرين وبنواجه لكن ما هو فيها الساعة برضو ناس بتواجه بتغلط نفسها وتقولك ما هتقولها أنت كداب أنا ما قلتش كده أنا شايف أنا حارك كداب أنا ما قلتش كده مش ده يبقى حوار ما يبقى حوار ما هو حوار فعلا الحوار لما يبقى حوار ده في السياق يعني إن أنا رد أحسن من البلوك كانت إنجي عملت كده بدلا ما نوصل لكل التراكمات دي لأن البلوك في حد ذاته أكشن عنيف عارفة لو هتسكتي وتنسحبي هقولك أحيانا من الزكاء إن إحنا نصمت طب أنا عايزة أعرف إيه سمات الشخصية النرجسية إيه ما اللي شفتيه بقى كله بقى ده واتلقصيهولي بصي هو فيه سمات كتيرة جدا فيه مواقع كتير متكلمة عليها كويس يمكن أنا بحب الموقع بتاع ميو كلينيك لأنه بالعربي بالعربي وعلمي ودايما حاطط المصادر بتاعة الكلام أكتر حاجة بقى ببساطة كده أتعرفك اللي قدامك ده نرجيسي ولا لأ هو عامل زي الترابيزة دي كده عايز يبقى هو المركز بتاع الاهتمام هو في نص السجادة هو السنتر زي ما بيقولوا أنا في النص ولا يحتمل إن أنا وإنتي عينينا راحت لبعض بنكلم بعض لازم نبقى هنا لا يحتمل الانتقاد لا يحتمل إن إحنا مش طول الوقت دايما يقولوا عليهم إن بيحتاجوا إطراء مفرط مفرط دي تحتها دايما أنه لازم أقولوك طب أنا أقولك على حاجة طول الوقت في القصة النهاردة أنا ما شفتش أنه فيه سمات الشخصية نرجيسي ولا أنا واحد هيتحايل على أو النرجيسي لو يتحايل علينا هتقولي فالدونية تتهد ولا أنه يتحايل عليك أو يلعب يعني يلعبك بالحيلة عشان يأخذ اللي هو عايزه النرجيسي هو كده ماي ويردو هاي وي أو هو دي طريقتي وأنا كده وقاليني هتعملي إيه؟ بس عمره مايتحايل ويتطب طب صح؟ أو تعالي يبعي الشقة ويجيب لك شقة أكبر أنا مش عرف إيه؟ ده مش نرجيسي يعني فيه طيف برضو خلي بالك إن فيه طيف بس مش هيكمل لحد ما ينزلوا مصر مش هيقدر يكمل كام يوم لا يا ناس هتقفش لأ ممكن ممكن لأن مش لازم يبقى عنده الصورة المرضية الكاملة ممكن عنده السمات الشخصية النرجيسية دكتورة دكتورة والله أنا عديت بقى سعيدة بيكي جدا والله عرفة نوعا بتاع حياة دفع أنا سعيدة بالأداء ده جدا أنا مش عادت بعد كترة نفسيني بأدكتوري يا أخي بس أنا بقى هاوليك على حاجة إنه مثلا لو أنا جيت أقول ماشي دوقتي هو فيه سمات الشخصية النرجيسية هل هو فيه حاجة اسمها في الطب إن رجل يبقى فيه صفات نسائية يعني دي حركات يعني لأ حركات الستات إن أنا مثلا إيه ممكن تبقى فجأة هيرمونيت غصبا عنك فجأة أنا طيقاك ومش طيقاك عارفة لهو بأغنية هنغم حبك بس مش حبك عايزك بس مش عايزك عمري تبقى عمري أحبك أكرهك أسيبك أندهك قلنا بقلنا بتقلدنا تمام أو إنت مش عارفة يعني الراجل بيقلد الستة في الحاجات دي ده بقى مالك مفيش ما أنت لو مهتمك وتعرفت الواحد مالك ويقدر يقعد بالشهور ساكت الراجل مملك مفيش يعني الراجل الخسام عليه أسهل بجعل لأن الراجل أقل احتياجا للتواصل اللافزي عن الستات إحنا نحب نريد ونتكلم أنا معاكي في أقل احتياجا للتواصل اللافزي بس هل هو يعني يقل احتياجا للتواصل الجسدي الراجل ما يقدرش حتى لو ما تجوز بيتها يقلي بالحاجات اللي أنا قارتها ومتأكدة منها تقريبا إنه ما يقدرش يقعد كتير قوي كده في هجر في هجر إنه العلاقة زوجية يعني كتب بالك العند عنده ولا عشان ممكن تكون بياخد منشطات فهو غير قادر إنه هو كنرجيسي طبعا إنه أنا بتاخده فلا أمونتي أصلا ما تستريش أنا حتى أخذ عشانك الدول يعني أنا غلطة لنك وتبقى دي قصة تانية رهيبة ده بيقع فيها ناس كتير قوي حرام بجد لأن ما لهاش حل في التقييم دي حاجة اللي هو إيه ما نقدرش نتجنبها هتتجنبي إزاي لأ طب وما أقدرش إن أنا أحكي عليها لأنه هبقى إيه الأدب وهبقى ضد عدتنا وتقاليدنا وأبقى أفضح أسرار بيتي طبعا أو هيتقال علي أنت إيه لنوارك وعلمك الكلام ده من إمتى ياسا كده إستما تجوزة وإنت بنت مبارح مجاليش نوم إنت بتتعلمتي فين الكلام ده وإزاي كده آه إزاي وإيه ده ومفيش بنت مقدبة بنت ناس تتكلم في الحاجات دي وإن كان عشان نبقى حقانيين مش كل الأهالي بيعملوا كده أهالي كتير بيوفروا بقى على بناتهم لا أنا مش قصدي أهالي الزوجة لا ده فيه أهالي محترمة جدا أهالي كويسة جدا تحتضن البنت وتروح وتسمع وتشوف وبيواجهوا كمان الزوج بس مشكلة لما الزوج متواجه هو وأهله هم دول اللي بيحاولوا يشويهوا السمعة زي ما قالت النهاردة إنجيكا بتقول وحاول يتكلم في سمعتي وحاول يشويهني وحاول يقول قدام أهلي إيه ده يعني أنا عايزة فهم ده بقى إيه تفتكري يا سالي المواجهة هنا كان لها لازمة في الجزء ده بالذات بجد لا ده الجزء ده حلو لأنه خلي بالك دي تأهر أي رجل يعني إنت قهرتيني أنا عارفة إيه مناطق القوة ومناطق الضعف ما هو الست لوي وجي أنا شافك واحد صاحبي ده نزجزي حمادة لأ توجعك قوي يعني عارفة أنت ممكن تاخد مني الشقة ولا تقوليش أنها تخنت ولا تقوليش أن أنا شبه حمادة غزبا عنك بتوجعك أنه أنا بيجي أقولك مثلا إيه كل ما أقرب لك بحس أن أنا مش طايق مش قادر تتوجعي لأنفاتي اللي ورحتي وقلت له لأ ده أنت أصلا كده أو كده أنت كده وأنا مرضيتش أقولك أو أنا أتأكدت أن أنت كده لأ دي تقدي ده أنت ضربتي في مقتل يعني يا إنجي تقوليك أنا مش عارفة تتجاوز مش عارفة تخطأت أنت رجعي له إزاي أصلا أنت عايز ترجعي له ده عشرة صفر هل ينفع أنه لو الزوجين تتكلموا في المواضيع دي يرجعوا تاني لبعض ينفع والأهلي سمعتوا الكلام ده لا ينفع إزاي نانسي في النهاية بيبقى في حاجة بتجمحهم هي اللي هتخليهم يتكلموا حاجة أكبر حاجة أشمل العلاقة وفي حاجات كتير لها علاج يعني مش كل حد عنده مشكلة في العلاقة الحميمة هو حد عقيم ومالوش حل ومالوش علاج في حاجات كتير جدا يعني هو النهاردة ممكن ترجع له في يوم الأيام أصيها رحت واتطردت ولسه بتفكر فيه أنا أنا مش لسه بدأ أنا كنت عايزة أسأل سؤال مهم هو أنت جاوستي ليه عشان كان بيزن علي فأنا كنت زه أنا بس كان حواليكي أحياناً بتموري فترة فعلاً بفترة غزباً عنك بتبقي مثلاً أنت برا في غربة عايزة تسمعي كلام حلو احتدى اهتمام يعني فهمها اهتمام وحب وموجود وطبعاً حلوة البداية زي ما أقولك فاك أتويت فاكري في شوكولت يجب لك شوكولاتة عايزة ورد عايزة مش عارف إيه وعدني ألف وعد عارفت جاو ده فهي أكيد زي حرام برضو اتغفلت شوية بس هي بدأت تحس بعدم الأمان فا فاكت خلينا نقول لإنجي إن مش عيب إننا نحتاج وهنفضل بنحتاج طبع ما احنا عايشين بس نفتكر لإنجي وللبنات التانية إن جنب احتياجي وجنب ما بفكر ألبيه إزاي وبكون مع عصرية طبعاً أفكر برضو في الحياة هتتبني على إيه وبس لا وحاجة ثانية مجرما نتعقد يعني حاجة ثانية إنه تعيد فكري ده خلي الناس كلها تعمل لها بلاك خليها مش عارف إيه لأ ننسي القصة دي من السمات الشخصية بقى لما يبقى عايز يسيطر على حد لأ وعايز تفرب بيها يعني آه ويبدأ يعمل العزلة عزلة كده يعني هو كان بيقول للناس الكلام عليها من وراء من الدواير عشان تبقى معاه هو بس آه فيقدر إنه يمارس الضغوط بتاعته عليها آه يا ثابت الشغل راح تبقى تاني من غير السابورت سيركل بتاعتها من غير أهل ما هي بزبط فكل الحاجات دي بتساعد إيه الحاجات اللي أنت لو عملناها مع الناس هتقولي لا الجواز دي عمرها ما هتنجح أنا أسف الحاجة اللي مهمة جدا وعليها توصيات كتير لو إحنا هنعمل تقييم نفسي للصحة النفسية للأفراد الأفراد اللي هم مدمنين وفي حالة إدمان أكتب لا ده ما يتجوزش الأفراد بيتجوزهم الأفراد اللي عندهم حاجة في الهوية الجنسية اضطراب بأي شكل يبقى حرام عليك وعلى المسؤولين عنك الأفراد اللي عندهم أزمة بقى في العنف دول اللي بيبقى حالة العنف الأسري بقى اللي هو لا يمكن أشجع الجوازة دي إنها تتم دي أكتر ثلاث حالجات ودي ممكن تعرفيها على طول يا نانسي هممكن نبص على البناء ده محتاجين كام ساشن أو كام جالسة معايا عشان نعرف لو أنت حتى كدكتور خريبك أنا ممكن ملاحظش يعني في ناس ما بتلاحظش مثلا إن في ناس بيبقى عندهم مرض نفسي وديحب يقعد مع مامتو ومش هيبان تربية عائلتو الستات فما تلاقيه بيتكلم زي فجأة بتلاقيه بيتكلم زي الستات في الخنقات فض الصيني بتاعك عارفة لو دي كلمتك ولا كلمة مين تعال هنا تعال هنا تعال هنا دي عارفها أنا قفاشتك أيوة دي ماما بشتة يا ولا تيتا اللي قلت لك من تي بتلاقيه فعلا إن فيه كلام لا ولا دي أختك فده تقدر يتعرفيه ولا مش سهل لا ده مش هيتعرف طب نعمل ايه الاضطراب هو اللي هيتعرف الاضطراب إن حد عنده سكيزوفرينيا ده هيبان إن حد عنده اضطراب مزاجي ده هيبان بس ده الناس العادية ما تعرفوه ومضمن المخدرات هيعمل التحليل هيتقفش لا بس المضمن بيبان بساعات إيده بتبين ساعات حركاته وهو قاعد ساعات مش عارف إيه بتتحت عينه لك أنا قصدي لو بحد عنده إنه شيزوفرينيا زي ما بتقولي أو إنه عنده بارانويا أو 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 الحاجة دي كلها ده هيبان بسهولة إحنا المواطنين العاديين ممكن نعرف أو واحد نرجيسي أو سام أو لأ المتخصص هيعمل أيوة أنا قصدي بقى كان إحنا مشانا نقدر نعرف إحنا هنقدر نقرأ ونقدر بقى نصدق إحساسنا يا ساليا أرجوكي يعني إنت العود هقوليها عيدها لك تاني ما فيش حد شفته مر بحاجة زي كده وروح تسألة طب نرجع لورا سنتين وده بيحصل هل كان عندك إحساس إن فيه حاجة غلط كبير وكانت الإجابة هو أنا حسيت بس قلت ما يمكنها بتهيألي خليني أكبر دماغي ما يمكن هو مضغوط براية الحب عامية أو بتحسي إنه مش بتغذي يعني مش بتغذي بيلك وستعبتلي أنا فوت عشان أفتح بيته خلينا أصدق من كده الاحتياج سهل الاحتياج يعمل فينا كده يخلينا إحنا نمرمط نفسنا وعدم الثقة في إن هلاقي فرصة تانية هي دي إن جي لما راحت لأهله كان إيه كان احتياج ولا كانت عايزة حقها ولا كانت عايزة انتقام أنت إيرائك إن جي مش بأعطانie عايزة انتقام أعم إن جي عايزة اكمل عليه يعني عايزة انه أنا عايزة أنا عايزة اللي كان بيحصل زمان إن جي لسه عايشة على أول ما قبلتو أنا عايزة لبني أدم داي يعني لسه عايشة على الماضي واش قادرية أخرج برا فاندوق الزكريت ça separate عايزة البرجين دي أو الشكل اللي أنا شفته ليك في الأول. عشان ده كان بيشبع الاحتياج. نقطة. بس. إحنا هنحترم احتياجاتنا لأنها موجودة وحتة مننا. ونفكر في البنى دايما. دايما لما نفكر هنبني حيانا تقمص شخصية المهندس. كل واحد فينا جواه مهندس وجواه أغلب الكاركترز والشخصيات. حبني يبقى لأ نقف بقى هنا وقفة وشغل دماغي وهدي احتياجاتي. واتخر المشاعر شوية. وفكر وشوف أن عايز أسأل على إيه. واتطمن لإيه. واتكلم في إيه. وجرب إيه. يعني وقعنا وطبينا ومرمطنا نفسنا بس خدنا نص حقنا. نتعافى إزاي؟ نتعافى بأن احنا نقول لنفسنا أن التجربة مش آخر الدنيا. والتجربة جزء من الخبرة وجزء من الحياة. وأن ما فيهاش حاجة. وأن كلنا بيعدي علينا مواقف زيدي. لو كان بيضغط عليها من الناس ولا جرانها ولا من السوشيال ميديا ولا كانت حد معروف كنت عملت فينا إيه. أيوة طب. أحيانا ممكن أقول لك أنه هختن بيها معايك. لما الواحد بيشوف مشاكل غيره بيتناسى أو بينسى مشاكله. بقول الحمد لله أنا في نعمة. ده صح؟ ده علاج؟ أيوة مش إيرفين يالوم وهو بيكلم على كان بيقول أن أكتر حاجة بيحس بيها أعضاء الجروب المجموعة أن مشاكله بتدوب في النص وأن أنا مش لوحدي. يعني أنا اتضحك عليها واخد اتخذ فلوسي ويه 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 لقيت حد جاله كانسر لقدر الله وبيعاني اللي جاله كانسر وبيعاني لا واحد أصلا عايش. الدكتور بيقوله أنت قدامك يومين ثلاثة فمش تلحق ودع أهلك. اللي بعده لا نفسه نوه بيموت فجأة. فالدنيا بتهدى بنهدى لما بنقابل المشاكل التانية. هاختم معاكي في دي نورتيني يا نانسي. مش سي يا ساري. استفدت منك النهاردة. مش سي خالص. شكرا لك. شكرا لك يا حبيبتي. على إيه. استنونا بعد الفاصل. استنين يا إنجي. محتاجة أتكلم معاكي شوية. في أسباب مشاكل تبان تفهم. تدور وراها تلاقي الموضوع كبير. عشان كده بيقوله دور على التفاصيل. ولما تدور في الأخبار والموضوعات اللي ساعد بنلاقيها في الصحافة أو حتى على السوشيال ميديا. كل يوم حالات طلق أو خلع عشان أسباب إيه تفهم. طلق مراته عشان عايزة تروح المصيف. تجن انتي. أو عايزة كحكي العيد. كمان. أو بسبب موات شكورة. أو كوباية شاي. ده غير اللي طلق مراته على الفيسبوك. أو ببوست. وغيرها كمان وغيرها وغيرها من أسباب عجيبة وغريبة إيه ده؟ لما تدور بقى وتقعد تفتش كده في التفاصيل. هتلاقي إن الأسباب دي ورها أسباب تاني. أسباب عمالة تتراكم. بتهد في أساس البيت بقالها فترة. وبتسحب من رصيدنا في الحب والعشرة بالتدريج. لحد ما الزوج والزوجة خلاص. بقوا مش طاقين بعض. فجأة ينفجروا. لأسباب غريبة. بتقعد تسمع كده حاجات متخشش عقلك. بس الدل حصل في حكايتك يا إنجي. اللي بين إن أنا عايزة طلقها بسبب قرصة النموسة. بس قبل القرصة بقى. كنت يتي وجوزك مهيئين نفسيا جدا للانفصال. كان في أسباب كتير. بتخليكوا أنتوا تسيبوا بعض. زي مثلا إن أنا تسرعت في الجواز. أو تسرعت في الاختيار. خلوك يتستجيبي عشان تزنوا. يلا نتجوز بسرعة. قبل ما تشوفي أهله بيتعاملوا إزاي في البيت. مامته وبابا بيتعاملوا إزاي. أخته عاملة إزاي. تعرفتي على الإنترنت. وكل الناس حلوة على الإنترنت. على الكيبورد من ورى شبكة أو من ورى سكرين. جميلة. معرفتهوش. معرفتهوش معرفة حقيقية على أرض الواقع. مع إنك هو. لما عشرتي بقى معرفة حقيقية عشر شهور. عرفتي تحللي شخصيته. قلتي عليه شخص نرجسي بيعملك صمت عقابي. توكسك أو سام. جدعة. مافهمتي في علم النفس. ده غير كل ده بقى. حسب كلامك. إننا برضو. يعني ماشي توكسك. ماشي وحش. ماشي قاعد يتحايل عليك إن أنت تبيعي وي وي وي. بس أولك الحاجة. إحنا ما سمعناش من الطرف الثاني حاجة. حسب كلامك برضو. أقدر أقول. إنه ممكن يكون في سوق اختيار من الأول. في فرق بين ثقافات الأهل مثلا. هو ممكن يكون سبب الطلاق الحقيقي من وجهة نظري. ما عرفش. بس تعرفي. أجمل حاجة عجبتني في حكايتك. إنك فهمتي. إن إحنا محتاجين النهاردة. لأهل العلم. والتخصص. عشان يساعدونا. في طريقة الاختيار. ونختار صح. زي إننا مثلا نعمل اختبار للزوجين قبل الجواز. طيب تخيلوا معايا كده. لو ده بقى شرطي إلزامي. لازم. يبقى لازم أي اتنين مقبلين على الجواز. يخطعوا. يعني تعمل لهم اختبارات نفسية كده. يعودوا يشوفوا. إنه ينفعوا ولا لا. عصبي. هي هادية. مش عارف إيه. يشوفوا بقى. متخصص. يعتمد عليه كده. وحد يكون معتمد. يقدر يقول. أنتوا تنفعوا البعض ولا لا. تخيلوا بقى. كم حالة طلاق ممكن تختفي من حياتنا؟ في المناسبة عايز أقولك على حاجة. الدولة عاملة شغل هايل في ملف الجواز في مصر. زي مثلا مبادرة موادة. التابعة لإيه بقى. وزارة اتضامن الاجتماعي. عشان تفهم وتوعي المقبلين على الجواز. إيه هي أساسيات الجواز الناجح. وإزاي يتفادوا المشاكل والخلافات. أو يتجوزوا الخلاف. فوجات النظر ويعرفوا يقربوا من بعض. ده غير مبادرة كمان إيه بقى. فحص المقبلين على الجواز. تحت شعار 100 مليون صحة. بتعمل إيه؟ إجراء تحاليل. بيعملوا تحاليل طبية للعريس والعروسة. بمدة ما تقلش عن 14 يوم قبل الجواز. كمان بيعملوا إيه كشف مبكر. مثلا لو فيه أمراض معدية. لو فيه أمراض مزمنة. بتوفر أنتوا تتابعوا. معدى كترة بعد كده. وأنا بضم صوتي لصوتك على فكرة إنجي. بخصوص إن احنا نعمل اختبارات نفسية كمان. بجد بقينا محتاجين. تهيالي انت قوية قوي. إنك تداري تعدي مشاكل العلاقة دي. علاقة وحشة مريتي بها. عايزه لك على حاجة. أنا ضد فكرة الانتقام. مش هتستفدي حاجة. ما تفضلي فرحانة إن انت انتصارتي. بس هتتضلي فكرة. تبضلي موجوعة. تبضلي بتأذي نفسك وبتأذي. الحاجات اللي هتأذيكي انت. هتأذيه هو. واللي هتأذيه هو هتأذيكي انت. بقولك إيه. بصي لنفسك. بصي لمستقبلك. عدي بقى العلاقة دي. برضو في نقطة مهمة. لفتت نظري كنت عايز أعلق عليها. ما ينفعش. إننا لو حصل حاجة بين أهل جوزي. وإحنا متجوزين أقطعهم خالص. ممكن أخد جنب. ممكن ما عاجبنيش الكلام. ممكن أأثر. ممكن أخلي لقدامي يعملني بالطريقة اللي تعجبني أنا. لأنه ده عايز أقولك أحياناً وسمعتك قبل كده من ده كاترة نفسيين. حتى لو ده كاترة ناسها أو 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 أو. وده كان سبب في إنه بيبعد عنك. كان بعقبك. الزوج لما يلاقي الزوجة مش كويسة مع أهله. ساعات بيعقبها بالطريقة دي. طريقة وحشة قوي. ومش هي دي الطريقة حتى إنه تاخد حقك بيها أو تفاهمها بالراحة بيها. ربنا نجدك يا إنجي. بس أنت طلعتك كسبانة. خلت نص الشقة ورحتي أجرتيها. تي برضو مش ضعيفة أوي كده. وبعدين عايز أولك على حاجة. وأنا عمالها أقرق قصة كذا مرة. وبذكرها. إزاي تضغط عليك كل الضغط ده وإنتو الاتنين هناك مغدربين. ولسه متجوزين وعشر شهور وعمالي تحيل عليك. ويدلعك وحقك علي. وبردو ما وفقتيش أن أنت بيعشاقة. دي قوة. طيب والله يا جدعة. أي واحدة مكانك زي ما بيقولوا كده بالبلد دي كانت نخط. كانت عملت اللي هو عايزه. اتضحك عليها بكلمتين. تجدعة. مالش. ما يقع على الشاطر زي ما بيقولوا. وأستنى منكم تبعتوننا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وواتساب تقولوننا. إيه الأنواع اللي ممكن. أنواع عقاب. ممكن يعملها الزوج لو كان فيه أي عيب أو نوي على انتقام. أو عايز يهرب. أو زي ما قالت إنجي. نرجسي. هو اللي طمعان. مش هي اللي طمعانة. عايز أسمع كده عن أغرب أسباب للطلاق. شفتوها أو مريتوا بيها. هتبعتوننا هنا في قصة حقيقية. عشان كلنا نواعي بعض ونتعلم من بعض. بس أهم حاجة تكون قصة حقيقية. باي باي.